اشتركوا في القناة على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين هل تعلم ماذا علم الوسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تقول روى الطبراني وابن أبي شيبة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أنت الأول أن الله موجود لابتداء لوجوده ولا شيء لابتداء لوجوده إلا الله ومعنى قوله أنت الآخر أن الله موجود لا نهاية لوجوده ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر أن كل شيء يدل على وجود الله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن أن الله احتجب عن الأوهام فلا تدركه يقول الحافظ البيهقي الشافعي ما نصه استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه أي عن الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان انتهى كلام البيهقي والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر